مش عارفة أقول يعني إحنا بنحتفل مثلا خلينا نقول نهاردة ذكرى واحتفال ولا ذكرى بتفكرنا بحاجات مؤلمة مرت علينا يعني تبدأ معينا تقول إيه أساس محمد؟ إحنا بنحتفل بمرور ست سنوات مين يصدق أو مين كان يصدق أن فيه ست سنوات يعدوا على هذا الحدث صحيح وما كان يرتب فيه لمصر مسلمين وأقباط بهذا الحدث وبالتالي بنحتفل بمرور ست سنوات في نفس الوقت ذكرى مؤلمة أن احنا بنتذكر أن من ست سنوات كان فيه مخطط للتفرقة بين مكونات الأمة المصرية المسلمين والمسيحيين وفي نفس الوقت فتح باب لمصار محدد لمصر فيه دول عربية ماشية فيه حتى الآن اللي عايز يفتكر هذا الحدث يفتكر ليبيا أخبارها إيه اليمن أخبارها إيه سوريا أخبارها إيه ده اللي كان مخطط ليه الست سنوات بدل ما يعدوا بشكل مختلف كنا نبقى ماشيين في نفس المصار اللي فيه الصراع ما هو ليبيا مصر كان فيها مخطط سينة والنهضة وربعة وأماكن أخرى تم هو ليبيا فيها ترابلوس وابانيغازي اللي مش عجبه اللي بيحصل في مصر دلوقتي يقولك وانا كل ما أكلمك تقولي بصت الليبيا واليمن بصت شوف العراق أخبارها إيه بصت شو عارفة الدول العربية أخبارها إيه هو ده الرد اللي دايما بتردوه علينا نعم لأن ده اللي كان مخطط بالزبط ده كان مصار واسلوان ناس بتنسى وعايزة تنسى ما هو أسل الكلام كان معلن على شاشات التلفزيون ما هو مش فيه فكرة اسمها الفوضى الخلاقة ما هو كان مخطط أن الفوضى الخلاقة سوريا لسه في الفوضى الخلاقة وهذه الدول ومصر بثلاثين يونيو خرجت من هذا المخطط فيه مخطط تاني معلن برضو وموجود في الكتب اسمه الشرق الأوسط الكبير يعني هذه المنطقة تبقى دويلات طائفية فيه دولة شيعية ودولة سنية ودولة مسيحية دويلات يعني وبالتالي صراع مستمر اسمه الفوضى الخلاقة لما يسمى بصوارات الربيع العربي من الغريب أنه ليه بيقود صوارات الربيع العربي علشان يحمي الفقراء ويحقق العدل تبقى أمريكا وتركيا وقطر والإخوان المسلمين أو الإخوان الإرهابيين الناس لازم تتذكر هذا وإحنا مش هنملي من أننا نفكر الناس طبعا من اعترافاتهم يا سيد محمد من اعترافاتهم اللي اعترفوها وأعتقد أني لسه في المزيد يعني اللي ممكن هنعرفه هنتفاجئ به الهدف زي ما حضرتك بتقول كانت في حرق الكنيس مثلا حرب أهلية طب هم وقفوا مع الدولة فهو عقاب لكن يعني فتيل الفتنة الطقفية اللي هم ده دايما بيلعبوا عليه ده بالنسبة لهم الورقة الربحة نقطتين أنا مش عارفت بتسميها ورقة ربحة هي ورقة بالنسبة لهم هم بيلعبوا دايما بحكتين بيتصوروا أن ده نقاط الضعف اللي ممكن يدخلوا بيها للمجتمع في مصر الأقباط والمرأة وأيضا في العالم العربي يبحثوا بقى مفيش أقباط يدوروا على المزاهب المزهبية صحيح والمرأة برضو فالمرأة لما نفتكر كده بداية السبعينات وبداية هذه الحركة أول حاجة دخلوا لها المرأة وقالوا حجاب المرأة وابتدوا يتصرفوا وبالتالي بيدخلهم علشان يبنوا منظومة معينة ثقافية هي طائفية علشان يقولوا هو ده الإسلام وبالتالي يدخلوا من هذا المدخل علشان عملية التفريق بين مكونات الأمة سواء رجل وامرأة أو مسلم ومسيحي وبالتالي إحنا لا نمل من هنا نذكر هذا ونذكر أيضا أن هم المظلومية اللي هم دايما يعملوها هم يتجهلوا أحداث ويذكروا أحداث إيه رأيك إن ربعة ما تعملتش بعد ثلاثين يونيو يعني مش حصل بقى إزاحة أو القبض على مرسي زي ما بيقولوا فحصل بقى ربعة لا ربعة من نص يونيو مش من ثلاثين يونيو والفض لم يتم إلا في أربعتاشر أغوص طب الفترة دي كلها كنا بنعمل في إيه الدولة كنا بنعمل في إيه دخلت بكل الطرق علشان تلاقي حل سلمي لهذا الوضع وهم اللي رفضوا طب إيه رأيك إن مشايخ وفي المحاكم راحهم واعترفهم بإنهم كانوا مكلفين إنهم يروحهم يتفوضوا مع قادة الإخوان وردوا عليهم بالردود ما هو الفيسبوك والنت وهذه الأشياء أصبحت يعني دليل دامغ ما عادش كلام قدر خبيه ورقه وخبيه ده على الفضاء على طول صوت وصورة صوت وصورة إذا أفرقته عن مرسي ده محمد وإيه محمد بديه محمد شاطر خيرت الدكتور ده هنفتكر اسمه دلوقت قال إذا هنوقف الإرهاب في سينة فورا يعني أنتوا عاملين الإرهاب في سينة وبالتالي ربعا بقى كانت سلمية ده السلاح في سينة والعمليات في سينة الشيخ محمد حسان السلفي كلفة هو وآخرين يلتقم بقادة ربعة وقادة الإخوان علشان نخلص هذا الموضوع وضحكوا عليه ضحكوا على هؤلاء المشايا قالوا والله إحنا من الممكن نقعد مع المجلس العسكري علشان في عندنا حاجات وبعدين تراجعهم تراجع قادة الإخوان فاضطر محمد حسان وكان له زميل آخر هفتكر اسمه برضو أعلنهم على الملأ أن هم فشلوا في إيجاد حل سلمي والنقض العهد قادة الإخوان مش للمجلس العسكري ولا القوات المسلحة ولا الدولة وبالتالي وإه رأيك أن البردع نفسه كان مكلف بإجراء مصالحات وفشل لكنه تصرف تصرفات اللي هو تصرفها واستقال ده كان نائب رئيس جمهوري بعد 30 يونيو كان البردع ده نائب رئيس جمهوري ما هو أثبت بنفسه يعني بالدليل القطع محدش دينه هو دين نفسه وبالتالي وبالتالي الأحداث واضح الناس والإخوان والعفو الدولية ومنظمة اسمها إيه دي بتاعة حقوق الإنسان الدولية بتكرر نفس البيان منذ 14 أغسطس 2013 النهاردة أو مبارح مطلعين بيان نفس الصيغة اللي بتتكرر كل مرة اللي فيها الاختفاء القصري واعتقال القادة والأول رئيس مدني منتخب إلى آخر ويكرروا نفس الأحداث ومي تكسفوش إن الست سنوات الإرهاب مخلصي عن الأخبال